دكتور رانس مساء الخير على حضرتك وخلينا نبدأ معك من هذه التقارير الأهميتها طبعا خلينا نبدأ من تقرير منشور في موقع الأمم المتحدة الآن نطلح يظهر على الشاشة جينيف يوم 27 حزيران عام 2024 تقريبا قبل أربعة شهر هذا التقرير قال خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان إن عمليات الإعدام الممنهجة لتنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكومة عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشبوهة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية هذا التقرير الآن يعرض على الهواء مباشرة دكتور أنسر دسألك ماذا يعني ذلك؟ شنو يعني مفردة ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية؟ سأل خير عليك وعلى جميع مشاهديك الكرام وتحية للزملاء دكتور عمر دكتور عمار العزاوي ودكتور هاشم الكندري أنا أعتقد يعني مع الأسف ما سمعت ما تفضل به الأخ دكتور عمار لكن يعني سمعت بعض ما ما تفضل بي أخويا دكتور هاشم وأعتقد يعني جزء من عنده أن يتفق معاه أنه هو هذا الموضوع أو هذا الملف هو ملف إنساني بحت وبالتالي يعني من المهم أن نبعد عن الجانب السياسية وغيرها والرسالة التي قدمها يعني رسالة أطمئنان كنت أتمنى ما نسمعها بس من دكتور هاشم نسمعها من الجهات المعنية بتنفيذ حكام الاعدام يعني جنابه هو معلوماته يعني يمكنه الأقرب إلى مصدر القرار المعلومات التي تفضل الأساقة أنه هل قد عدد بسبب جرام المخدرات وهل قد عدد بسبب جرام القتل العمد وواحد متهم بالإرهاب هذه يعني رسالة إيجابية لو كانت هذه التفاصيل فعليا مطروحة للعامة أو للمجتمع ما كانت صارت هذه الضجة ولا كان صار هذا التفاعل السياسي ولا كان سحب الملف من جانب الإنساني إلى الجانب السياسي هو رئاس الجمهورية طرحت بيانك إلى تهامات دكتور أنس وذهب إلى الجانب باعفي ونظام بائد واتهامات تلوي اتهامات نعم 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 يعني هذا كانت الشفافية يفترض يفترض بالأجهزة التنفيذية تتعامل بشفافية مع المجتمع العراقي أو مع مواطنيها على حد سواه وبالتالي هكذا معلومات هكذا معلومات تهدئ الشارع في ظرف صعب كان من الممكن أن لا تفسح المجال أمام هذه التأويلات جميعها ترجمة نانسي قنقر